جدل دائر حول منح التبادل المقدمة من جمهورية مصر العربية واتهامات بالمحاصصة في المنح كأحد أشكال الانتهاكات ضد المواطنة وتكافؤ الفرص بين اليمنيين خلف هذا المسلك رأي عام ساخط من تقاسم الحقوق العامة لليمنيين وصل ذروته في الكشف عن قوائم بالطلاب تطغى عليها المحسوبية وتغيب المعايير العادلة مجموعة من المنح يتم توزيعها لخريجي الثانوية وللدراسات العليا العام الماضي كانت المنح في صنعاء عبر وزارة التعليم العالي لكن ميليشيا السلالة سطت عليها واحتكرتها لابنائها دون أي معايير إدارية تقول السفارة في بيان لها إنها شكلت لجنة بهذا الشأن واشترط الطلاب ممثلا لهم في هذه اللجنة من أجل ضمان الشفافية إلا أن نتائج المفاضلة التي جاءت على صفحة السفارة خيبت آمال اليمنيين المشغولين بمعركة استعادة الدولة والمواطنة المتساوية شهادات الطلاب أيضا تتنافى مع ما جاء في بيان السفارة حيث أكد أن المفاضلة التي تمت لمنح التبادل الثقافي الممنوحة لبلادنا أجريت في أجواء من الشفافية موفقا لمعايير تم الإعلان عنها للجميع ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة